إيران فجأة قامت بإخلاء أجواء أهم قواعدها الصاروخية في مؤشر بأنها اقتربت كثيرا من تنفيذ هجوم آخر وجديد على إسرائيل وتفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة مما نشر يوم أمس من قبل موقع DINS المتخصص في إصدار النوتام أو حتى الإنذارات الموجهة للطيارين وإيران أصدرت إنذارين للطيارين يوم أمس كما نلاحظ هنا في 29 أكتوبر وال29 أكتوبر مرة أخرى وطالبت الطيارين بشكل عام بالابتعاد عن التحليق فوق الأجواء الغربية لإيران والتوجه باتجاه مختلف حددته لهم وفعلا الفلاي تريدر 24 يوم أمس أوضحت بأن الأجواء الغربية لإيران تقريبا خالية من الطائرات كما نلاحظ هنا ليست هناك إلا طائرة واحدة في تلك اللحظة التي قمنا بالتقاط هذه الصورة لهذه المنطقة وبشكل عام إيران أساسا كانت خالية فيها أو كانت الطائرات لا تحلق في هذه المنطقة بشكل عام بينما مقارنة بالأجواء العراقية تلاحظ بأن التحليق طبيعي وليست هناك أي مشاكل وفي الوضع الطبيعي بالنسبة لإيران يكون التحليق فوق أجوائها الغربية تحديدا بهذه الطريقة بالتالي ترى لأن هناك فرقا كبيرا بعد إصدار هذا الإنذار والطريق الذي حددته إيران للطيارين بشكل عام وبشكل مؤقت هو أن تحلق الطائرات من الشمال إلى طهران إلى جنوب أو من جنوب إلى طهران إلى الشمال وهذا الأمر سيستمر حتى الثالث من نوفمبر وعندما نتحدث حتى الثالث من نوفمبر أي أننا نتحدث حتى قبل يومين من الانتخابات الأمريكية وما هو مثير للانتباه بأن هذه الأجواء الغربية لإيران وإخلائها هو يأتي باتجاه وتأتي باتجاه وهذه المنطقة أساسا تتواجد فيها العديد من القواعد الصاروخية المهمة بالنسبة لإيران لاحظ القواعد الصاروخية المنتشرة إلى الغرب من إيران وهي التي استخدمت سابقا في ضرب عدد من الأهداف في العراق أو في سوريا والأهم من ذلك باتجاه إسرائيل وهذا التطور يأتي بعد كل التهديدات التي رأيناها مؤخرا من قبل المسؤولين الإيرانيين بأنهم سيوجهون ضرب وسينتقمون من الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت الأراضي الإيرانية وهذه الأمور كلها تجعل الولايات المتحدة في قلق وتراقب بشكل مستمر التحركات في القواعد الصاروخية لأن الأمر يبدو بأنه خطير للغاية على سبيل المثال اليوم طائرة الريفت جونت من طائرات الاستخبار الإلكتروني ظهرت وهي تحلق فوق الخليجة العربي باتجاه بوشهر وتستمر بالتحليق بكامل الخليجة العربي والمراقبة وأساس المراقبة والطائرات تحلق بشكل مكثف باتجاه قاعدة مهمة وهي قاعدة شيراز التي سنقترب منها هنا ويأترى ما الذي تراقبه الولايات المتحدة هنا كيف تراقب هذه القاعدة هذه قاعدة شيراز التي نرى هنا هناك عدد من المداخل لهذه القاعدة وسترى بأننا هنا على سبيل المثال إذا ما اقتربنا من هذا الاتجاه سترى بأننا أمام مدخلين مدخل أول ومدخل ثاني كما نلاحظ وكذلك سترى إلى الشمال قليل أو إلى الغرب قليلا هنا مداخل أخرى مدخل آخر وسترى بأننا هنا مرة أخرى سنكون أمام مدخل آخر أيضا تحت الجبل كما هو واضح وهذه مداخل أخرى أيضا كما نلاحظ أيضا موجودة في هذه القاعدة بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية وما تراقبه تراقب حركة المداخل هذه الصورة الواقعية لطبيعة هذه القاعدة وبالتالي ما تراقبه هو الحركة في حالة ظهرت المنصات أو منصات إطلاق الصواريخ من المداخل التي أظهرناها الآن قبل قليل وبأن هذه المنصات بدأت تستعد لإطلاق الصواريخ هنا ترسل الإنذار المبكر للجميع للخريج العربي للمنطقة بأكملها والأهم طبعا لإسرائيل بأن هناك حركة صاروخية ومتوقع أن يكون هناك هجوما سريعا قادما على إسرائيل وكذلك تعطي إنذارا للطائرات الحربية لمواجهة هذه المنصات الصاروخية في نهاية المطاف كذلك أن هذا الحراك الإيراني يأتي بشكل مثير بعد يوم واحد فقط من مناقشة مجلس الوزراء الأمنية الإسرائيلي لمسألة توجيه ضربة ثانية على العنق الإيراني انتقاما لما جرى من محاولة اغتيال لبنيا من نتنياهو في التاسع عشر من أكتوبر وإسرائيل طبعا اتهمت إيران بأنها خلف هذه المسألة وهي التي وجهت حزب الله اللبناني من أجل تنفيذ هذا الهجوم بالطائرات المسيرة والذي كان يستهدف نتنياهو مع زوجته وبالتالي الجانب الإيراني هنا ما قام به هو قام بإخلاء الأجواء طبعا الغربية وهذا يعني بأن المنصات الصاروخية والقواعد الصاروخية من الممكن في أي لحظة أن تطلق الصواريخ على إسرائيل هذا هو الذي تريد أن تحققه إيران بالضبط بعد كل ما جرى وهذه مسألة مهمة على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لإيران في هذا التوقيت تحديدا هي أيضا قد تعطي فكرة بأن إيران تتدرب أو تقوم بعدد من المناورات لتهيئة لعملية أفضل من عملية الوعدة الصادقة الأولى أو حتى الوعدة الصادقة الثانية كذلك هي تريد أن تردع الهجوم الإسرائيلية الثانية الذي يناقشه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وبالتالي يجعلون الإسرائيليين يفكرون بطريقة دفاعية بدلا من أن يفكروا بالطريقة الهجومية وأن تستعد إسرائيل لهجوم محتمل في أي لحظة قادم من الجانب الإيراني مع إخلاء الأجواء بهذه الطريقة كذلك هو لكسب الوقت بالنسبة للجانب الإيراني والوقت هنا يأتي على مستويين المستوى الأول هو من أجل محاولة قدر الإمكان إعادة إصلاح الضرر الذي تحقق من الهجوم الإسرائيلي مؤخرا الذي طال المنظومات الرادارية والمنظومات الدفاعية الفوكس نيوز الأمريكية كانت قد أكدت بأن كل منظومات الأس 300 قد دمرتها إسرائيل في الضربات الأخيرة كل الرادارات المهمة تحديدا الموجودة مع الحدود العراقية والموجودة باتجاه طهران من أنظمة الرادار الإنذار المبكر قد دمرتها كذلك إسرائيل وأصبحت المنشآت النووية والمنشآت النفطية متاحة للجانب الإسرائيلي لمهاجمتها واختراق الأجواء وتنفيذ عمليات كبيرة في الداخل الإيراني وها هي إسرائيل تفكر بتنفيذ هذه المسألة وبالتالي إيران تريد كسب الوقت جعل إسرائيل تدافع وأن تحاول إصلاح الرادارات والمنظومات الدفاعية بأسرع وقت ممكن وكذلك لكسب الوقت حتى الخامس من نوفمبر الخامس من نوفمبر هي مسألة مهمة أيضا بالنسبة لإيران يريدون أن تكون هناك أي تطورات عسكرية سريعة قبل الانتخابات أي تطور عسكري ضرب من إسرائيل تجبر إيران على الرد مباشرة قد هذا الأمر يخدم في نهاية المطاف دونالد ترامب يعتبر سيناريو سيء للغاية على إيران على مستوى الاتفاق النووية المفاعلات النووية وعلى العديد من المستويات حتى الضغط على القدرات النفطية الخاصة بإيران من صادرات وغيرها وبالتالي الإيرانيون يريدون أن تكون الأمور هادئة حتى تكون هناك فرصة جيدة لكامالا هارس لتفوز ليحققوا أو يعطوا فرصة لتحقيق أي اتفاق النووي مع الديمقراطيين وكذلك ليحققوا تقدم النووية لأن في فترة دونالد ترامب الأمور صعبة على مستوى التقدم النووي واستهداف محتمل بمشاركة إسرائيلية قد يحدث إذا ما جمعنا طبعا بن يامين نتنياهو وكذلك دونالد ترامب وبالتالي إيران تحاول كسب كل هذه المسائل من إخلاء هذه الأجواء التي نراها طبعا بهذه الطريقة ولكن المشكلة الأساسية أيضا القدرات الهجومية بحسب الفوكس نيوز الخاصة بإيران الصاروخية تحديدا يبدو بأنها أصبحت ضعيفة لأن الفوكس نيوز أكدت بأن الرادارات التي تستخدم في توجيه الصواريخ البعض منها قد ضربته إسرائيل وبالتالي إسرائيل حددت من قدرات إيران في تحقيق هجوم سريع وقوي على الجانب الإسرائيلي هذه مسألة قد تحققت فعلا كذلك أن الجانب الإسرائيلي لديه منظومات دفاعية منظومات الثاد هي موجودة في داخل إسرائيل وصور من الأقمار الصناعية أوضحت أين متمركز منظومات الثاد الأمريكية الآن في داخل إسرائيل والنقطة تضح بأنها استراتيجية للغاية هي تأتي في هذه النقطة تقريبا في وسط إسرائيل واتضح بأن منظومة الثاد والقاذفات هي التي كانت واضحة من الأقمار الصناعية التي كشفت طبعا صورة لهذه المنظومات وهي منتشرة عند الخطين هنا عند الخط الأول هنا والخط الثاني هنا وظهرت ست قاذفات هي الموجودة من ضمن منظومة الثاد التي انتشرت ولاحظ هذه هي الصورة القادمة من القمر الصناعي التي كشفت هذه البطاريات بهذه الصورة الغير واضحة طبعا والتي أصبحت واضحة بعد ذلك بساعات وكشفت فعلا بأننا أمام قاذفات منظومة الثاد هي التي انتشرت في هذه المنطقة ولاحظ انتشار هذه المنظومة يوفر حماية كاملة لمن؟ لحيفا لتل أبيب للقدس وكذلك للمطارات المهمة الموجودة العسكرية مثل نيفاتم على سبيل المثال والأهم من ذلك هو مفاعل ديمونة أو حتى المواقع العسكرية المهمة بالتالي هي توفر حماية كبيرة للغاية لهذه المنطقة وعندما نتحدث عن ست قاذفات قد ظهرت في هذه المنطقة تحديدا بحسب الأقمار الصناعية فإن القاذفة الواحدة تحمل تقريبا ثمان صواريخ وهذا يعني بأننا أمام ثمانية وأربعين صاروخة مرة واحدة من الممكن لمنظومة الثاد أن تطلقها لمواجهة أي تهديدات صاروخية خطيرة ممكن أن تكون قادمة باتجاه المنشآت النفطية أو باتجاه المنشآت النووية وبالتالي تحميها ولكن بعد ذلك القوات الأمريكية بحاجة إلى تقريبا نصف ساعة لإعادة تزويد هذه المنظومات بالصواريخ بالتالي هناك حدود لكل شيء بكل تأكيد وليس هناك أي شيء خارق في العالم وهذا يوضح أيضا أن الجانب الإيراني وما يؤكد أن الجانب الإيراني تضرر من الضربات الأخيرة الإسرائيلية هو أنه زاد بحسب المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مؤخرا هي التي تحدثت بشكل رسمي بأنهم قاموا بزيادة الميزانية العسكرية الإيرانية الآن بنسبة 200% بحسب إيران أي أن الأمر ارتفع وعملية الإنفاق العسكرية الإيراني قد ارتفعت من 10.3 مليار إلى 30.9 مليار دولار وهذا يسمح ويفتح الباب للجانب الإيراني من أجل طبعا شراء مزيد من المنظومات الدفاعية المتقدمة رفع مستوى التكنولوجيا العسكرية الإيرانية وكذلك الأهم أيضا شراء منظومات السوخوي 35 وإيران قادرة رغم كل الضغوط التي تتعرض لها من الإنفاق بهذا الشكل على المستوى العسكري رغم التضخم رغم الضغوط الاقتصادية أو أي ضغوط مستقبلية وذلك لأن صادرات النفط مستمرة بالارتفاع حتى سبتمبر كما نلاحظ هذه الإحصائية سبتمبر 2024 وكما نشر تانكر تراكرز هذه الإحصائيات والصين طبعا تشتري هذا النفط بشكل مستمر وبالتالي إيران قادرة على الإنفاق بهذه الطريقة ولكن السؤال الأكبر هذا الحراك في الأجواء وإخلاء الأجواء على القواعد الصاروخية ما الذي قد يعنيه يا ترى هل إيران تموه أم أنها تخطط فعلا للانتقام كما تحدث العديد من المسؤولين الإيرانيين الإيرانيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر